اتفاق السويد يفسح المجال أمام إنجاح جهود بريطانية لاستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن بشأن اليمن خطوة تدعم الاختراق المهم الذي حققه المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني مارتين غريفث في مشاورة السوكهولم الوجه الأخطر الذي يراه المراقبون في مساعي المبعوث الأمم مدعوما من بريطانيا وهولندا والسويد وعدد آخر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن هي أنها تهدف إلى تأسيس مرجعية جديدة للسلام في اليمن من شأنها أن تصفر جهود الأمم المتحدة وتطيح بالمرجعيات الأساسية السابقة للسلام في هذا البلد مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة كاريل فان أوستريم أبلغ الصحفيين بأن الأعضاء الخمس عشر في المجلس سيبحثون في الأيام المقبلة مسودة قرار تستند إلى الاتفاقات التي توجت بها أول جولة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين فيما أوضح مندوب السويد أولف سكوغ أن مجلس الأمن يسعى إلى تبني قرار بشأن اليمن في أسرع وقت ممكن وتحديدا قبل أعياد الميلاد المندوبة البريطانية كارين بيرس عبرت عن الأمل في أن يعمل المجلس على وجه السرعة لإصدار قرار يقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه إلى الآن فيما ألمحت المندوبة الأمريكية نيكي هيلي إلى أن المجلس سيكون مستعدا للعمل إذا أخفق طرف أو أكثر في القيام بما عليه من التزامات غريفث كان قد أكد أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت الجمعة وكرست لمناقشات الوضع في اليمن أن هناك حاجة عاجلة لوجود نظام قوي للمراقبة يتولى الإشراف على التزام الطرفين الذين رحب بشدة بمثل هذا النظام وسوف يعتمدان عليه على حد قوله وأما تغريفة اللثام عن الرجل الذي سيتولى قيادة بعثة المراقبة الدولية في الحديدة قائلا إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت وافق على قيادة بعثة المراقبة ويمكن أن يصل إلى المنطقة في غضون أيام معتبرا أن وجود كاميرت في الميدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي يتعين أن تصاحب تطبيق الاتفاق ترجمة نانسي قنقر